اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حلقاتنا بي صحتين وهنا وطبعا لازم نبلش ونقولكم كل سنة وانتوا سالمين ويا ربي يعني تكون هالأيام ختامها مزك ونسمع الأخبار الحلوة يا رب طبعا اليوم مثل العادة منطل عليكم مباشرة على الهوى على صفحتنا بالسوشال ميديا عمان تيفي كيتشن وعمان تيفي اوفيشل واليوم هالنوشة حبت هيك تخفف لكم كل التعب اللي مرينا فيه بشهر رمضان المبارك وتعمل لنا وصفات خفيفة لطيفة بتستاهل طبعا عيونكم اكيد مية بالمية انا كمان دي اسلم عليكم دي اقولكم كل سنة وانتوا سالمين وهيك برضو بفعل وصفات خفيفة خفيفة لازيزة تقدروا تعملوها لفطور لصحو يعني لاي اشي يعني هيك اشياء لازيزة يعني احلى اشي انه هاني قبل شوق انا وطالع من غرفة الميكب بتقولي تمارا انا كنت هيك قاعدة ما عندي اشي فقمت عملت وصفة هذا دليل كتير كبير على انو الوصفات اليوم كتير سهلين فبالتالي رح نعمل منهم اشكال الوان يعني حتى اللي بخطر في بالكم اعملوه هي وصفات خفيفة بس هي اول مرة انا بعملها معاكم على التيفي فاحكيهم يلا يلا نطلع هيك نشجعكم عاملة وصفة اللي هي رولات جبن وسبانخ كتير كتير زاكية حطوا هيك فيها ميكس اجبان عاملة كمان وصفة الكشكة الكشكة السوري حيلو اللي هي هاي انتوا كتير بتحبوها وكتير كنتوا تطلبوها مني اعملت لكم اياها اليوم على طريقتي يعني طلعناها مرة بطريقة مختلفة اليوم على طريقتي وكمان عاملين سندويشات هوت دوغز اللي هم من الوادي نشوف دولة زي اللي بشترهم اولادنا من السوق احنا بدنا نخفف اشياء اللي مش مزبوطة بالسوق ونصر نعملهم بالبيت اشياء الصح 100% فعملت لكم هوت دوغز من الوادي بنفس طريقة السندويشز والخلطة اللي بتيجي معاهم اللي منجيبها من البرة وعملت لكم حلو كتير زاكي بتقدروا اللي مالحقت تعمل اشي حلو للعيد وحابة تضيف ضيوفها اللي هي عوامة البسبوسة حيالو اه فتلت يعني هيك ثلت وصفات اربع وصفات هيك خفيفين ودمهم لزيز ان شاء الله معناتو طبعا مثل العادة احنا كتير منحب انكم الدردشوا معانا مباشرة من خلال التعليقات وبحب كتير تشيروا الحلقة عشان كمان ترجعوا لنا بعد العيد وتخبرونا انكم طبقتوا كل الوصفات فبالتالي رح نطلع معكم باول وصفة لليوم شو رح بتكون رولاتي سمانة يلا رولاتي الاجبان والسبانخ رح تحتاجه لثلاث اكواب طحين الفاخر من شركة المطاحن الكويتية ولها معلقتين صغار ملح من ماكسينز ولثلاث ملاعق كبيرة حليب بودرة من المراعي ولمعلقة صغيرة من الخميرة وكمان لمعلقة صغيرة من السكر وكوب ونص من المي ومعلقتين كبار زيت الكرم وما تنسوا لالحشو رح تحتاجه لجبنة بالغارية من المراعي وجبنة كشكوان من المراعي وجبنة الموزرين من المراعي وجبنة الدهن من المراعي واثنين كوب سبانخ بصل وفل في الأسود طبعا أنا كتير بحب هلأ جديد صايرة كتير أحب أكلات السبانخ وصرت أحبها بالباستا من وراكم وصرت أحبها هلأ بالمعجنات من وراكم شايفه وحلو لما هيك بتستعمليه بتدخليه بالأكلات عن جد النوزاكي هلأ وصفة اليوم تمارا تقدروا تعملوها بطريقتين إذا تحبوا تعملوها على طريقتي ويضل عندكم أخضر أخضر زي ما هيك أنا عملته هلأ اللي قدامكم أنا ما عمالي بقليه ولا بسلوه بس عندكم الخيار كمان إذا بتحبوا إنو الدخلوا فيه طعمة هيك البصل أكتر وكذا بتقدروا تدبلو زي ما أنا حاطة بالمقدير بنقدر ندبل البصلة ونحط عليها السبانخ نقليهم بعدين نضيف عليهم الأجبان بعدين نحشيهم أوكي عندكم الخيارين بس هذا الخيار كمان كتير كتير زاكي خليوا بعيني الاعتبار هلأ أنا اليوم أكيد مستعملة طحين الفاخر من شركة المطاحن الكويتية أنا بحب العجين كتير بحب العجين يعني الصبح دخلوا على استوديو عندي لقوني قاعدة بعمل وبحث بحط شي تاني وبطلع تبعت الكشكة وأبصر شو قال لي هلأ دي بتحبي العجين يعني قلت لهم أه أنا بحب العجين فاللي حلو فيه إنو نسبة البروتين عالية في 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 فيتامين كمان مدعم بفيتامين دي ثري لأن كتير من الناس هلأ عندهم نقص فيه فالعجين تي عملتها فيه وطبعا فيه عدة أنواع فيه منه للبيتزا للمعجنات فيه الالبيربوس فيه البني بتقدر الأسمر قصدي بتقدروا تاخدوا النوع اللي بتكمية هلأ حضرت عجينتي بالطريقة اللي محطوطة عندكم بالمأدير اللي هي فيها لطحين فيها حليب بودرة من المراعي وفيها خميرة وشوية زيت وحليب بس طيب معناتو كيف رح نبلش فيها هلأ؟ هلأ أنا محضرتها لأنها تمارا لازم ترتاح فاشوفوا هلأ هي بس رتاحت هيها هاي هيك بس نعمل إيدنا فيها هيك وتطل يعني شايفين خلص من بيني إنها هي خمراني وفلفي رح أخدها العجينة هاي رح نعمل نصها أظن بكفي ها ونحضرها للحشوة هلأ طبعا اليوم عجينتي غنية بالأجبان حاط أنا فيها جبنة مودريلا وحاطة جبنة بلغارية وجبنة أشقوان ورح أدهن كمان بجبنة الحشي يعني اليوم إحنا في عنا ما شاء الله برعاية المراعي طبعا زي ما إنتو شايفين اليوم الأجبان عم بتكون موجودة بالوصف اللي عم تعملنا إياها الشفهانيا ودائما إحنا بنحكي لكم إنه منتجات المراعي اليوم مش منتج واحد ولكن عديد من المنتجات وهذا أكتر دليل على إنهم هم مناشحين ومتفوقين وجودهم كمان بالأسواق ها بميليسهم أكيد مية بالمية هلا رح أرؤها هيك يعني إحنا لأنه العجين عملنا كتير بالحلقات العجينة بتكون تحطوا أول إشي لطحين بتكون تحطوا عليه الملح والحليب البودرة بعدين رح نخمر الخميرة مع المي الدافية والسكر ونحط عليهم ونعجنهم مع الطحين وآخر آخر إشي بنحط المعلقتين الزيت حلو ودائما كمية الطحين نصها بكون في عندكم كمية سوائل يعني إذا إحنا مستعملين ثلاث كاسات من الطحين بديو نحط لهم تقريبا كاسة ونص من المي الدافية ينعجنوا فيها طبعا هنا يعني هانيا فيه كمان مجموعة مني اللي عم بتواصلوا معانا أكيد بحب أني كمان أشاركهم إخلاص المناصير أهلا وسهلا فيك وشكرا أكيد لإلكم وبقولوا طبعا ربضان مش كتير بشكل سريع يعني إن شاء الله يا ربي بيرجع لنا السنة الجاي بكل خير وهدات بال أحمد كمان أهلا وسهلا فيك وأبو عبد المهدي كمان شكرا لإلك باسما شكرا لإلك وإيمان عمرو كمان أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيهم جميعا هلا بدنا نرؤها هاي لتعطيني شكل المستطيل يعني لازم تكون هيك أوكي أوكي ومحضرة عندي الأجبان زي ما حكينا اللي هم أنا باشرتهم من الأصل اللي هي جبنة الأشقوان من المراعي وطبعا كلكم بتعرفوا إنه في منها الكامل الدسم وفي قليل الدسم وبرضو مستعملة البلغارية لأنها البلغارية بتعطي بتعفيه هاي بتشبه أكلة اسمها سبيناكو بيتا اللي هي أكلة يونانية هي هي نفسها هي سبيناكو بيتا اللي هي الخبز بالسبانخ وبالأجبان فهي بعملوها عادةً بقبرص وبتكون مشهورة إنه بستعملوا فيها الجبنة البيضة البلغارية اللي هي هاي وبخلطوها مع السبانخ كمان هلا هم بيحطو لها بيض بس إحنا ما رح نحط بيض اليوم هاي رح أحطهم أبدأ حطهم دانا ولا ما معنا وقت يلا منحطهم بشكل سريع هاي الجبنة البلغارية وكترو عشان هي زاكية هيكو وعملوها هلا هيكو فطورات بالعيد زاكية يعني إذا هيكو مجتمعين كل العيلة وحابين تعملوا إشي هيكو زاكي وما ياخد منكم وقت أنا اليوم عطرتكم طريقة العجينة بس أنتو فيكم تعملوها بعجينة جاهزة يعني ممكن بف بيستري أو أي شيء طيب إحنا معناتو رح نطلع بالفاصل بشكل سريع وبعد الفاصل إن نرجع لكم يلا رجعنا لكم أكيد مرة ثانية زي ما إنتو شايفينوا وطبعا اليوم عم تعمللنا هانيا هيك أنواع وأفكار كتير منوعة منقدرنا كلها هيك بالعيد منقدر كمان نعملها خلال أيام السنة فطور ممكن عشاء بأنه نحن هلأ خلص عم نختم فقرة السحور والفطور فبدي أرجع أشوف هيك اليوم إيش هم تعملي لنا بالسبانخ بالسبانخ كل أجبان المراعي مع بعض جوها الحشوة حتى الجبنة الدهن هاي استعملتها كمان دهنت فيها العجينة قبل فهيهم هلأ هي شايفين الحشوة كتير اللي بقلبها بس هو هيك لازم تكون عشان تكون عنا عن جد كافية ووافية هاي هيك صار عندي الرول جاهز هلأ الطريقة الصح إنو تحطوها بالتلاجة أو بالفريزر حطوها بس عشر دقائق لأنها بتصير قاس يعني بتشد معاكم بصير أسهل إنكم تقطعوها يعني هاي خطوة اختيارية بس عن جد بتعمل فريق بس هانيا ما بتنشاف؟ لا لا ما بتنشاف ما هي بس عشر دقائق تمارا أوكي لحد ما تقطعوها وتعطيكم وأطعوها يعني على على أد أسبعين شايفين هي هيك وبتقطعوها ولما بتحطيها بالفرن هانيا قدب تاخد وقت لا تستوي يعني تقريبا بدها يعني مش كتير والله يا تمارا بدها تقريبا ربار ساعة وأنا خايفة من استبانخ لأنه هو مش مستوي مش مطبوخ بس شوفي قدي التكستشر تبعو زاكي هلأ إذا في حدا بيقدر ياكله هيك وهو التكستشر تبعتو هيك أسكى إنها ما تنطبخ إذا انتو بتخافوا وما بتحبوا طعمته تكون هيك بهذه الطريقة تقدروا انكم يعني شوفي شكلها هول واحد كتير حلو شكل السبان خلو أخضر يعني هو شوفي بميزتي إنه هو أخضر وبتخيل بدي يكون فيه شوية أرشة صح مظبوط مظبوط حلو حلو هلأ العجينة هاي نفسها اللي أنا استعملتها منقدر نعمل فيها معجنات الكشك آه يعني رح ناخدها؟ آه إذا ممكن ناخدها يلا دندونة عالكشك موسيقى معجنات الكشك رح تحتاجوا لعلبة بندورة من ماكسيمز وله معلقتين كبار رب البندورة كمان من ماكسيمز وله بصل مفرومة وله زيت زيتون وله سمسم موسيقى شوفوا كتير حمل واحد يكون عامل عجينة يقدر هيك يشكلها زي ما بده بأكتر من حشوة في يعني اليوم كمان الكشك احنا كتير منحبه في ناس عن فكرة بروح بصيروا دوروا عليه دوارا مظبوط مظبوط صح إنه يكون ذاكي وطعمته بتشحي صح ويكون مظبوط مية بالمية هلأ الكشك عادة هلأ كنا منحكي أنا وزميلنا ليفون طبعا عمالنا بنحكي عن الكشك هلأ الكشك بسوريا موجود متوفر كتير وبلبنان موجود صح وكلناس بيعملو بطريقة وإله كتير طرق إنه تقدروا تعملو فيها يعني فيه ناس بتعملو زي الشوربة بحطوا زيت وبحطوا بصلة إحنا هيك من نعملو بنقلي البصلة بعد أن بنقلي معها الكشك ونضيف عليها ماي يعني بنشربها زي الشوربة ومنقطع فيها خبز عربي فيه معجنات الكشك المعجنات كتير سهلة أنا بس حضرتها الحشوة قبل ما نبدأ بالزبط فرح أحكي لكم بالتفاصيل كيف عملتها بس الكشك إش دايما هانية بميزه هو عبارة عن لبن لبن منشف كيف إحنا عنا الجميد هم عندهم الكشك فهو بكون والله بدي أورجيكم إياه هيو أنا كان قصدي إنه مثلا كيف أميز هذا الكشك عن هذا الكشك أسكى إنه أسكى هلا ما هو من اللبن اللي إنتي شاريتيه منه إذا هم عاملينه بطريقة منشفين اللبن يعني بلعب في دور الحليب اللي مأخوض منه اللبن هايو شايفين كيف يكون زي هيك الكشك أنا بتذكره كمان بيجي بحطوا عليه أحيانا شطة هانية أيو بحطوا شطة زي اللبنة بنا كلها والله مش قليلة تمارة معجبة معجبة أنا بتمارة حتى ببيروت ما بتقولي بأنه بلبنان يعني بيعملوها بالخبزة بالعجينة المشروحة بالعجينة صح صح بتكون مشروحة وبيكون عليها الكشك وبيحطوها بالفرن فمن فوق بتكون مكشوفة كيف بس والله إني معدلة مش قريبا بدنا نعطي تمارة يا جماعة شهادة إنها هي ختمة رمضان بكافة المعلومات بيتفوق هاي المرة بتفوق هلا حطيت أول إشي زيت اللبت في بصلة صغيرة نعمة هاي ها ورجيكم يعني إنه بتحطوا بصلة بعدين نزلت عليهم أنا هيك بعملوهاي طريقتي طريقتي الخاصة هلا في ناس بتحطوا البندورة مع الكشك باردين يعني على البارد وبحطوهم أنا بحبها هيك بقلي معها شوي بندورة وشوية صلصة البندورة من ماكسيمز أنا مستعملتهم هاي شوفوا أثار الجريمة هلا كنت عم بحضرهم لإني هاي صلصة البندورة وبندورة مع البصلة قلبتهم مضبوط من ماكسيمز والصراحة كتير زاكين ضفت عليهم زيت زيتون أيوا وتقلبوا منيح بعدين ضفت عليهم ثلاث معالق كشك بكل بساطة بكل بساطة لحد ما هيك تصير عندكم هيق قوامها لا ضفطلها مي ولا ضفطلها أي شيء وملح وفلفل أسود لا ولا ملح وفلفل أسود لأنه الكشك مالح حالو الفلفل الأسود يعني ممكن بس هو خياري يعني وبتحطوا لها إذا بتحبوا سمسم وحبة البركة طبعا أنا بس بدي أرجع هيك أذكركم بماكسيمز طبعا ماكسيمز اليوم زي ما أنتو عم بتشوفوا مش عنده منتج أو اتنين عنده كتير من المنتجات المنوعة بين المربيات وبين المعلبات المميزة سواء بالفواكه سواء بالتونة كمان في عندكم زي ما أنتو عم بتشوفوا معجون الطماطم لمؤشر العادية القطع رب البندورة ما شاء الله يعني مشكل بشكل كتير كبير ودائما متوفر بالأسواق ودائما إحنا منكون مبسوطين لما منلاقي منتجاتنا عم بتكون هالأدة ناشحة وطعمتها مميزة يعني أنا عم جد كتير فخورة بشركائنا برمضان عم جد كتير مبسطنا أنهم معانا لأنه منتجات إحنا مستعملها ببيوتنا عم جد يعني أنا دائما ما كسيم دائما ما بنقطع من عندي صراحة دائما بيكون موجودة فحلو لطحين كلهم نسلم عليهم كلهم بسبونسل طيب هاي أنا أخدت من العجينة نفسها اللي محضرتها اللي حضرتها للرولات رح أستعملها للكشكة هلا رح أحطوا الطحين وأرقهم حاولوا تاخدوا كرات أطبعض أو إذا خايفين إنهم ما يطلعوا أطبعض ممكن إنكم ترقوا حجم كبير وتقطعوهم بأي زبدية أو كاسة عندكم هلا هي هيك رح أرقها هرقها خفيفة هلا إحنا الكشك ممكن برضو هانيا ما نحط عليه رب البندورة ولا هو اللي يفضل نحط له بالمعجنة أنا طريقتي بحب أحط له ولو معلقة يعني هيك بحسها الصراحة بتسبك حيلو فهي هيك عندي هاي واحدة طبعا زيما أنتم شايفين هانيا تتقلق بالغلافز طبعا من منتجات فالكون اللي دائما برضو منذكركم فيها ودايما الواحد لازم يكون عن جد يعني بمطبخه في الغلافز اللي دائما بحب أقولكم إنهم متوفرين بأكتر من شكل لأنه بيجوا طبعا بالباودر بدون الباودر بنفس الوقت بأحجام بختلفة ملي سمول للإكس لارج نظبوط صح هاي حطناهم هيك والله هاي بدها كاسة شاية تمارا والله ما عندك غير شاية الوزة صح بدها هيك شاي بعدل المزاج هاتي لأغليلك ماي وتعمل لنا انتي الشايات يعني يوم أي واحد جعبالك الميداليات لا الميداليات عشان أسرع لألنا هلا خلاص هاي هذا أنا محضرتو أيوا هاي نحن نحضر طبعا زي ما انتو شايفين هو شاي سيلاني خالص مية بالمية شاي الوزة طبعا هو طعم غني جدا منعرفه من زمان 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 والوكيل الحصري له هو شركة الياسوف في التجارية وزي ما انتو شايفين احنا اخترنا اليوم الأكياس الشاي اللي هي بتكون عادية في عندنا كمان الشاي الفرض في الشاي كمان اللي هو الأخضر في عندكم اكتر من فكرة بكل بساطة بيطلع كتير زاكي يا سلام بعدين هادول مية كيس الشاي جوا خلاص هاي مش مصدقينه احنا نفطر صح؟ خلاص نصير هلأ معيد ونرجع نشرب الشاي وعقولي بلمضان كمان على السحور يعني الواحد أنا بالليل لازم هيك بحس حالي بحس برضو بدي شاي اه كاسة كفايين بديو الواحد هيك شاي صح صح طيب هي هيك أنا حطيت فرت عندي الكشكة هاي أورجيكم إياها هيها هيك بتكون لونها هلا رح نخبزهم كلهم مع بعض العجينة تبعتها عملتها شوي سميكة يعني مش إنه رقيقة على الآخر وهي هون هاي وفيهم زي ما انتم شايفين أنا حط عليها سمسم وحبة البركة هاي رح نجع نحوط كمان رشة صغيرة تمام خاص وبفوتوا على الفرن قلتي قدير؟ بفوتوا على الفرن برضو بدهم شي 15 دقيقة يعني هلا نتلع بوصفة تانية يلا نتلع بوصفة الهوت دوكس يلا على الهوت دوكس والوادي سندوشات الهوت دوكس السريعة رح تحتاجوا لخبز حمام من لوزين المراعي ولهوت دوكس من الوادي ولمخلل مفروم ولحبتين بندورة مفرومين ولبصل صغيرة مفرومة وكمان لملح مكسيم لفلفل أسود من الهاون ولكتشب من كرم ولماسترد طبعاً أكيد بدي هيك أرجع أشوف فيك لف سريعة على كل اللي عم بتابعونا انفادي أهل وسهلة فيكي فاطمة كمان شكراً لإلك وشيريني إبراهيم بتقول دائماً بتابعكم حتى قبل رمضان شكراً لإلك أمل سوساً محمد أبدعته خلال شهر رمضان ورانيا الغول كمان شكراً لإلك وأكيد طبعاً لا سوزان ولا بلال بحب كتير إنكم بتشاركونا معنا دائماً بتكونوا بكل الوصفات اللي منعملها وبحب دائماً أذكركم إنه الوصفات اللي ما بتلاحقوها من خلال اللايف اللي إحنا موجودين فيه مع أنه بتقدروا تشيروا الحلقة بتقدروا كمان تعملوا سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب بكل بساطة وبتقدروا تحضروا أي برنامج بغيب عنكم من عمان تيفي وما تنسوا إنه كمان بتقدروا تتابعوا أي وصفة بتكم إياها بمجرد إنكم تكتبوا اسمها واسم صحتين وهنا طيب خليني أعمل هالشايات بكون تقل واحنا بالفاصل أوكي يا أعطيني بس الإبلي أجلنا طبعا هاني أكيد معاكي بساندوشات رح تكون مميزة جداً أنا بس أجوف الهوت دوكز وهي كمان طلقتهم هانية من الوادي ومختارة لجنبو اليوم يعني ساندوش رح تكون غير شكل لأنه اليوم منتجات الوادي عن جد كل الشكر لإلها وكل التحيات لإلها لأنها منتجات روعة سواء بأسعارها بجودتها وبتوفرها بشكل سريع ومنوع وزي ما أنتم بتعرفوا دائماً بتشوفوا معانا سواء قبل رمضان أو بعد شهر رمضان رح نكمل معاكم بالأفكار اللي عم نقدمها بمنتجات الوادي معناته رح نطلع به الوصفة ومنرجع نحن أخذنا الوصفة لحظة 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 لما سمعت الشو بيحكوا التنين بيحكوا فوق بعض إيش حكيتو خلاص اطبخي هانية طلعنا مخدين الوصفة حتى هانية موم تذكر أنه أخذناها يا جماعة ما أخذناها 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 أنا قلت ماسترد ومخللوا كلها أنا سمعتهم لا طب وهذا الأسود إيش أنا قلت اسمه لا طب خلاص إذا حكيتو خلاص يالله نطبخي هانية نشوي طب هاتي قعد أنا عم بقولها لا بس تماري تبدأ تحكي الوصفة بتذكر أنا بقوله لأن ختامها مسك يعني ما هو ما بزبطش يعني والله يا علي أنا صراحة قيام ليل والصبح مش مركزة ويدوب فايقة ويشي 11 صحي عبد الله عن مدرسة أكيد ما في تركيز يعني أنا خلاص يعني شوية استغفر الله العظيم لا مش رح أفضر أحضرني صايمة تخيلي وانت فاطرة ألا خلاص البعد كل محاضرات اللي عملتها العبد الله بس دقيقة تأكد هاي حلو الغش عيني عينك طبعا هاي البندورة والبصل والمخلل هذا الأسود إيش هذا أنا حطيتو زيادة بابي سيدز عشان هم الأجانب بحطوا بابي سيدز عليها أم أطبخي هانيا كبلي يلا شوي لنا الوصفة هلا أنا مستعملة اليوم من الوادي هذور الهوت دوغز جامبو يعني هذي الخصوصة تنتبهوا إنها تكون الجامبو الجامبو حلو إنه يعني عن جد نفس اللي إحنا بنشتريهم من المحلات هاي دي بتيجي فيها خمسة هاي ها الهوت دوغز بيجي فيها خمس قطاع طوال فيكم تشووهم على القريل إذا إنتو عمالكم تعملوا مشاوي كتير بيطلعوا زاكين فيكم كمان تحطوهم بمقلاي مع شوية زبدة وتقلوهم وفيكم تعملوا زي طريقتي أنا اللي داماً بمعتمدتها اللي هي بحطوا عليهم تحتهم زيت وبحطهم بالفرن وبشغلهم المروحة بعد عشر دقائق بنشووه وكله وبنزلوا هم أصلاً فيهم شوية دهنة فهيك بتسأسقوه من بحنتهم هلا السر اليوم بالسندويشات بالخلطة اللي رح أعملهم إياها حتى تبين طعمتهم الطيبة هلا رح أحط أول إشي عندي بندورة بندورة مقطعة هادي زي الخلطات اللي بحبوها أولادنا رح نحط عليها شوية بصل ايها كله فرش كله فرش ايوا وهي فكرة أنا كمان قلت تمارا بتساعد الناس هلا بالعيد إذا يعني إذا ما بتكم تطلعوا بتكم تجيبوا تعملوا اشي هيك بسيط بالبيت هاي ما بدها وقت صح حلص وهيك سريعة وحطينا مخلى لخيار رح أخلطهم هيك شوي مع شوية مسترد اوكي وأنا رح أحط لهم شوي من زيت الزيتون هادي اللي هي الخلطة يعني اللي بحطوها معاها هلا المخلى اللي بيستعملوه عادة بكون هو هادا مخلى الرلش اللي هو هيك بكون شكله منلاقيه جاهز بتلاقوله جاهز اه هو بشبه المخلى لتبعنا بس هادا فيه سكر فيه كمية سكر اكتر هادا الفرق بينه تبعنا وتبعهم اوكي هاي رح أخلطهم هيك انا اخترت احط لهم بابي سيد يعني هادي اللي هي بذر الخشخاش بقدروا تحطوا بابي سيد تقدروا تحطوا حبة البركي السودا ممكن ما نحط اشيه وممكن ما تحطوا ولا اشيه خلص بس هيك تخلوها يعني هاي هي الحشوة الرئيسية عشان ننكه الهوت دوكس مية 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 لانها بتلبق معاهم كتير وممكن نرجع نحط عليهم كمان شوي من المخلل عشان حاسسته قليل المخلل المخلل اصدك الهذا الرلش اه هاد لا اهداك جعبالي احكم من هاد انا فكرت هتحطيه بالحشوة لما بدكت صف صفيز نحطه اه اوكي يوه ماشي هلا رح نستعمل اليوم خبز زاكي كتير اهه اللي هو دائما نحكي حنا عنه اللي هو خبز اللوزين حيلوه اللوزين شركات المراعي اكيد اهه خبز هم كتير طيب انا مبسط عليه تبع البيرغر لانو من البريوش وفي عندهم كمان هادا تبع السندوشات هاي هم في عندهم هذا تبع البيرغرز البريوش وفي عندهم كمان الخبز السندوشات الابيض العادي العادي فانتو فيكم تختاروا النوع اللي انتو بتحبو تحطوا فيه تعملوا فيه السادوتشز اللي بدكم اياهم هاي رح ناخد شوي من هاد وشوي من هاد نشكل شو رأيك كمانا مية بالمية يعني احنا اليوم السندوشات بنقدر نعملها بكل سهولة وسرعة وزي كأنها سندوشات من بره لأنه بتعرفوا هلأ احنا يعني ما شاء الله عم نحاول نعيد جدولة المطريف بالبيت صح وانتو اليوم عم بتشوفوا احلى المنتجات واسكل منتجات باسهل الطرق عم بيعطوكم يا هاشفاتنا وهي هانيا اليوم كشفتلكم استر تباع حشوة الهوت دوك عشان يطلع كأنه من برده صح هلأ رح نفتحهم شوفهم احلا خبز البرجر عن جد لازم تشوفوا انا كتير بحب هذا الخبز وهو بريش فهو غني بالزبدة يعني اوكي هو شوي دسم بس كتير زاكي وبيجي مقسوم هيك بهاي الطريقة جاهز اه بتعملوا فيه البرجرز هلأ اذا بتحبوا مثلا بالعيد ما بدكم تشتغلوا جيبوا خبزات لزين جيبوا من الوادي البرجرز طبعونهم اللحمة او الدجاج اشبوهم وعملوهم يعني شوفوا بابسط الاشياء يعني عشان ما تتعب كمان ست البيت اذا حبت تعمل اشي بالبيت معناته هلأ بدنا نحشيهم اه رح احط لهم اكيد كتشب من الكرام هايشكلها لسه مو مفتوحة هايشديدة احلى اشي كتشب كرام طبعا دايما احنا من الفرجيكا وانهو متوفر من ضمن المنتجات المميزة له منتج اردني مية بالمية سعره كتير مناسب بنفس الوقت حجمه كتير موفر عائلي بتقدروا تستفيدوا منه لفترة كتير طبويلة بالبيت وبنفس الوقت عم نستفيد منه سواء باكلاتنا العادية البرجرز والهوت دوغز اللي هيك وكمان عم نستخدمه كتير ضمن الخلطات اللي عم نعمل فيها التتبيلات الوصفات فيعني صراحة كتشب يؤكل بكل جدارة صح هاي رح ناخد هلأ الكتشب نحط جزء من الكتشب هاي هيك اول مرة في تاريخ البرنامج دانا بتقول ايوة خدوا راحتكم حبيتك دانا دامن هيك سويري دانا عدو الله يعني شو اسمه لو لا حرام دانا دانا ما اللي نغنى عنها بكبن دامن هي بتعملنا اليوم رايحين مع دانا جاهة معرفتي بتحب بتيجي معانا جاهة لا اسمعت دانا اليوم طالع من المستشفى من غير شر يا سلام بدنا نروح لها جاهة دانا بدنا نباركة مغلي بدنا المغلي مغلي هي هاي طيب وهي هدول كمان هدول ما بيكونوا مقطوعين تابعون الساندويتشز احكيلكم قصة الاطعار قدي بتكون حلو بالذات للبرجرز يعني انا ابني مسلا بكوني مجهزة لكل اشي بيجي بنص الميمع اللي هو بيكون فيها ماما تاعي اطعي للبرجر الغمزات اه يا الله شو بنرفزني وبيسنبدني بقول له ماما خلص فهدي كل مرة رحت جبت له من لوزين وقلت له ماما هاي يمقطع فهو ما كان سامعني لانه طبعا صايم اللي جا شو بقول له لاخوي بقول له اول مرة ماما بتدلع لهم يتقطع اليوم قبل ما اجي فاخوه بكل بساطة عشان بتارفوا لازم يغيزوا لازم طبعا ولازم يفرجيهم لأ مش انت المميز وانا المميزة يعني بتارفوا الاخوان فشو عمل راح فتح له باقي خبزتين بالكيس فرجاي اياهم هي انه هاي هم قطعين فأسوا يعني لازم يفقسوا عرفتين طبعا طبعا هادي يعني الحركات وخاصة بالصيام بكونوا بدهم يتفششوا همي هم لو يفوتوا يناموا احصي اشي بعد المدرسة بفعل هم لو يناموا بعد المدرسة طب هانيا كيف توصفيننا شهر رمضان بالفترة اللي مرأت عليك هاي السنة والله انا لقيته اسرع رمضان بمر علي بحياتي صراحة كتير حسيته سريع عن جد والله صايم شو بوكل اه اه منعرفها هاي الجملة الشهيرة انه في كثير ناس باخر رمضان هانيا بصير يقول لك مسلا مر بسرعة ناس بقول لك كان صعب ناس بقول لك ما عملاش اشي فيه ما انجزنا ناس بقول لك غيرت كل تصرفاتي ما كنتش اطلع ولا ااجي بس هيك عبادة وصلا وصوم وهيك شوفي وهذا الرمضان مش زي الرمضانات اللي مرأوا قبل الصراحة لانه يعني كان في عنا هيك شوي جانب حزين فيه بس حلو انه استغلينا للدعاء استغلينا للا سلنا نقدر كتير اشياء الصراحة سلنا نقدر اعدتنا مع بعض مع عيالنا وببيتنا وبهيك جو امن فالواحد يعني فيه هيك كان يعني مختلطة المشاعر كانت فيه الصراحة كتير بس الله هيك يعيده علينا وبراحة بال يا رب هلا الهوت دوكز اللي عملناهم اللي اقور جيكم مأحلاهم من جوا شايفين مأحلاها مستويين غير شكل او او احمشة هيك وزاكية هاي رحنا اخدها بس دقيقة احط هون شوية خاص بعدين نحط عليها البيرجر عفوا الهوت دوكز وبعدين بح احط عليهم من الخلطة اللي عملتها هون او ممكن نحط عليها جبن من المراعي اكيد اكيد ممكن وممكن كمان نحط عليها زي الزكزاك من الماسترد او من الكاتشب بهاي الطريقة هاي هيك يا سلام يعني اطلعوا اليوم اجتمعوا بسندويشة واحدة المراعي وكرم ومين كمان الوادي والوادي صح مظبوط يلا هاي هاي عمل لنا واحدة مدورة هانية نعمل بالمدور يلا اوكي عشان هيك احنا بالفاصل نواجه نكمل الباقيين مية بالمية شو بيضل علينا نعمل بعد الفاصل؟ الله بسبوسة العوامة بوسبوسة العوامة يعني انت دائما تحكيلي انت هانية كتير بتحبي البسبوسة الله وكيلكم كل شوي شو عاملوا يا هانية بسبوسة شو بدك تسوي يا هانية بسبوسة كتير بحب البسبوسة كتير هلأ ما هربت من البسبوسة بصرت تشكلي مرة عوامة مرة عوامة يعني تلف وندانك يا جوحة اه اه الاشياء ما بو سامعة خلص شكلك سلت تشاغب انت كمان معاها يا علي اه اوكي طبعا 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 على حسابك علي طيب هلأ احنا عملنا كمان سامدوشة بالخبز اللي مدور من المراعي راح نطلع معكم بالفاصل وبعد الفاصل بنرجع هم نعمل لكم شو عوامة عشكل بسبوسة اول عكس يعني لو مش شهر رمضان كان هلأ صار فيه هجوم وبلشنا فوق راس هانية انا بدي ماسترد لا انا اكسترا بصل انا عن جد صحتين وعافية يعني على قلب اللي رحيا كلهم على وقت الافطار يعني طبعا صحتين وعافية احنا بناخدهم منسخنهم لوقت الافطار لا ايكي بحب اكلهم هكي فريش تازة تازة انتي جهزتي حالك جبتي اشياء من الوادي حطات بالفريزر انا حبيبتي ما بشيلهم من الافطار عشان عشان خلاص ترتاحي بارح كان ابني صراحة اي اللي رح يطلع يفطر هو والطلاب المدرسة الصف واستاذ الماث ما بعت انتم زبطوه شكلهم لو استاذ الماث يزبطوا العلامات قبل الفايلر هيك الظاهر امراح طنش هما ما عمل طلعا وصار انو مش ضابطة معاهم فاشا باخر لحظة عالتلاتة موما انا رح افطر في البيت وهذا رافد اللي لازم يأكل ما شوالله فشا عملت يا هاني اولو طلعت لك ثلاث اربع اشكال الوان من الوادي قليت وصويت وعلى خبز الترتلة وايش حركات غير شكل برافو وحليت المشكلة صراحة بيفش القلب صراحة اه لانو على لاست مينت كمان احنا الزنجر احنا هو متقصد الزنجر بروح وبيجي بعمل بالزنجر حلو صحتانو علي بالأير فراير اه وبيعمل لك خلطة بالتورتية عفكرا عبدالله اذا عمالك بتشوفنا بتقدر تعمل هاي الخلطة عفكرا اذا بدك تغير انا اقول لك ماما شف انت اعملي ليها وحطيها بالتلاجة لا خلص ما يعرف انا مسألش انا بيتنا بضمي اعيد انا ما بحب اهوة بينكم بحبش اهوة بس فيها تقول لك ماما تعمل لك ياها على العموم نطلع بالبسبوسة على شكل عوامة عوامة البسبوسة رح تحتاج لكوب صحين الفاخر وكوب سميد ومعلى اكبيرة بيكينج فاودر ومعلى اكبيرة لبن المراعي ومعلى اكبيرة سكر وربع كوب زيت كرم ونصف كوب حليب المراعي وللحشوة جبنا المكعبات من المراعي وللتغطية طبعا اطر وفستق حلبي موسيقى 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 على شكل عوامي. بس بوسي على شكل عوامي. عشو في قديم بدنا أغراض. عايش بتكم نحكي. الله. هلأ هلأ لسا يعني. هلأ استنوا استنوا الإبداع. اسمعوا هاي الوصفة كتير 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 ذاكية وكتير سهلة. يعني تقدروا هلأ إذا حبيتوا بالعيد بتكم تلهوا أولادكم. خليهم يجي هم يعملوها يعجنوا معاكم بس أنتو لكم تقلوها طبعا. لأنها بدها قليء وبدها تخطيص بأطر فأنتو حضروا الأطر. إذا ما إذا كمان خايفين إنه يزيد وزنكم هلأ برمضان. عفوا بالعيد مع الكعك أو بسكوت أو أي شيء بتكم تضيفوه عند حدا. تقدروا تستعملوا ستيفيا. مية بالمليا. ترافيكان أسلم. ترافيكان أسلم حتى الأطر تبعهم لأنه هو قوامه زي الأطر العادي اللي بنعمل بالبيت. وبنفس الوقت زي ما أنتو عم بتشوفه. لعبوها مميزة جدا سهل إنكم تلاقوها. وكمان سعرها كتير حلو. وكمان لأي شخص جاء عباله ياكل حلو وعنده للأسف مرض السكري كمان مناسب جدا لإله. أي حدا عامل دايت بيقدر كمان يستخدمه. سواء بالتركيبة تستخدمه بدال السكر أو كمان تستخدمه القطر وتحطوه على الوجه. حسنا مزبوط مئة بالمئة. هلأ رح ألبس كفوفي. أريد أورجيكم إنها لا بدها عجانة ولا بدها إشي. أنتو بتقدروا تعملوها بقيتكم. خلص. هذا السريع السريع. رح يلزمنا فيها طحين. وأنا أكيد مستعملة طحين الفاخر من المطاحن الكويتية. بدنا كوب منه. كوب من الطحين وكوب من السميد. سهلة. في ألم رح أورجيكم هلأ الألم شو رح نعمل فيه. هذا ألم؟ أه ألم هايو ألم رصاص. يعني ألم أو أي شي عندكم بس طبعا أنا غسلته يعني هو معكم. فهلأ عندي كوب سميد كوب طحين. عندي سكر وبايكينج باودر. وبدنا لبن وإش كمان يا هانيا وحليب. بس دقيقة رح أجيب الزبدية. وفستق حلب إلى التزين. أيوه وفستق الحلب إلى التزين. هلأ بعد رمضان إن شاء الله بنرجع من زين بشو يا دانا ويا علي. بشو. بإشي بده بحرف الره. بالرمان. بابريكا. خلص خلص شهر رمضان شوفوا على الأحفان الخاتم كان رح يطير يا جماعة. حبيت حبيت. طيب هلأ لعوامة البسبوسة رح يلزمنا زي ما حكينا كوب من السميد. فيكم تستعملوا الوسط أنا بحب الوسط الصراحة لهاي الوصفة. ورح نحط كوب من الطحين ونحط عليهم السكر والبايكينج باودر لإني أنا بدي إياها هلأ لما أقليها إنها تنفش عندي. هلأ رح نقليهم عفكرة سواء وإياكم. يعني اليوم الوصفة كاملة رح تكون وبعدين في عندي لبن خلصين المعالق. جلي ما أنتو طلعت لنا جلي يا هانيا. طلعت لكم جلي والله أنا اليوم رايئة صراحة كتير رايئة. يالله. بدي أجيب بالدقيقة الماجرين كوب. بخاطرك هانيا. باي. ببتقول لي هانيا ويارا هيني راح أجيب يعني عرفتوا عادي الدنيا هيك عندهم ثلاثة حلوة بروحوا من هون بيجوا من هون. بغشوا من هون. هانيا شو قصتك اليوم عم بتغشي هاتي أنا أقلك. عشان أنا خلص يعني عاخر رمضان بستوي. بس قديش حليب تلت ولا نص 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 صحي هاي اللي كان بديها بس. لأ واللبن معلقتين صح. ملعة كبيرة لبن أوكي معلقة كبيرة دقيقة نص يعني شوفوا عمركم ما توسقوا بتنتين مسلا بدهم واحدة جاكر التانية ممكن أقولها معلقتين وهي معلقة وأخرب لها الوصف. والله بطلع الهواء بطلع الهواء بطلع الهواء طلعوا بس صراحة مو لا بقلك وجه اللقم بس لا بقلها شوي صراحة. شوفي أدن نسوان ممكن يخبصوا الدني حتى لوغارات. تخيلوا مكالمة نسوان مع بعض جارات هيك مثلا بحكوا تيجي ترين عليها تقولها كيفك حيوتشو أخبارك مانش تغطيني وصفة الفلان الفلانية تيجي تعملها تروح تعطيها المقادير غلط. صح أنا ما بحبل لي هيك صراحة. يعني أنا أصول. هاي يقول لها جوز الأولى يقول لا لا والله. كل من مرتك كل من مرتك. لا ما رح يعرف. ما رح تعترف. لا بس أنا بعرف هيك قصة مرة مع ناس صارت حدا راح حدا من أصحابنا بدي أسلم عليه راح عند صاحبة إلنا كتير يعني كنا سهرانين كلنا مع بعض. هاي كتير كتير شاطرة ومتقنة وأكلاتها زاكين بدي أسلم عليها رغد. وعندها دفتر وصفات وكاتبة فيه كل الوصفات فهو إحنا سهرانين عندهم لأ الدفتر محتوظ جنب التلفزيون أخده بعدين صار يعمل بدال تنين تلاتة بدال نص ربع يعمل هيك على الهاي. قدي إلها متجوزة. إلها زمان يعني كان إلها هيك سنتين يمكن تلاتي. يعني ما لح أتحفظ. لا ما لح أتحفظ. كل ياتوا قاعد خربوا بالألم. طب ليه؟ هي حرام بالمطلق عم تجيب لنا الأغراض فبعدين إحنا اكتشفنا. صحنا نحكي له ليه هاي العملة السودا؟ قال ما هو بيسلي. بيسلي؟ لا لا ما بيسلي. بدلا ما كان جوزها؟ لا لا. لو كان جوزها هو الخسران ستطلع كل وصفات مخربشة. طبعا كله بطلع مخربش صح؟ طيب هي هيك هلأ رح نخلطهم مع بعض دقيقة. والله يا تمارا. إيش بدك؟ بس دقيقة بدأ شوف الشغلة. أه برضو الورقة؟ أه أه بدنا نسكو دقيقة هي حتيتهم. أه بدنا زيت. بدنا زيت كلم. ما زيت كلم رح نحطه ونخلطهم سوا. هاي هيك. يعني شوفي هالوصفة ما أحلاها. ما تقولي لي انتم بدلكم تحكو لي ليش بحب البسبوسة. والله انها البسبوسة حلوة. هو شكل البسبوسة سهلة يعني الواحد بعملها بسرعة وبتخطش واحد طويل. مصبوط. بس انت اليوم قلتيها ما رح تخلي زيتها. آه هلأ رح أصخن الزيت اللي عندي زيت كرام. هاتي هي أنا حضرته. طب إذا أنا بدي أشويها. تشويها بصير بس هي زكاوتها الصراحة إلي. هلأ إحنا رح نحضر هون عنا مقلاي. أحط فيها زيت عميق زيت نباتي. ولازم يكون زيت عميق على فكرة عشان بدها تتحمر من كل الجهات وحتى ما تفتح. لأنه إحنا حاشينها بالجبنة كمان. فهي هاي الوصفة تمارا طلعت ترند قبل فترة. وأنا حبيتها الصراحة حبيتها يعني جربتها وعجبتني. هاي هيك رح نخلطها مميح. لاحب ما أحباتي السميد تشرب عندي كل السوائل. طب سؤال يجيت جعبالي أحط لها رشة كاكاو بزبط. بصير طبعا. تصير بسبوثة لحظة عوامة لا بسبوثة العوامة بالشوكولاتة. بالشوكولاتة يا سلام. وحشيها من جوة شوكولات. ولا إرفة. أو إرفة. وجوز. تمارا خلاص. أنا كتير عملت أشياء وكتير جعانة. ها الصراحة كلنا اليوم كتير. قدي بأي الحلقة يا دانا. دانا طب علي طب أي حدا. أي حدا يرد علينا أظن لك خلاص كله دخل في الجوعنا. أنا صيحة بس أنا زودت لها شوي حليب بس عشان تمسك مع بعض. على فكرة حتى اليوم التواصل بيننا وبينهم فاصل. آآ آآ بالفعل بالفعل. خلاص آآ آآ. هي هيك بصير عادة بهاي الفترات من الشهر. يعني الحمد لله والله قديش يعني شهر رمضان مبارك بيجي خفيف سريع لطيف. وعن جد إلو يعني إلو جوة والله العظيم الواحد بتطلع على الساعة بلأيها الساعة 12. لو بالأيام العادية بتلقوني مغم عليه من النوم. مظبوط صح. وإز بي إنها الساعة 12 بكون بقمة النشاط رغم إني أنا من الأشخاص بيصحوا يعني بكير وباستمر عادي بنفس الروتين. صح. طيب هلأ نطلع بالفاصل الأخير. طيب يلا نطلع بالفاصل الأخير. وبعد الفاصل بتفرجي ده كيفية إليها. هلأ هي بالوضع العادي هيك بس نعملها منتركها ترتاح شوي عشان السميد كمان يتفتح فيها. وبعدين بعد ساعة منطلع عليها قديش بكي بكون قوامها إذا بدنا منزد لها يدو بنصم علاقة حليب. ومنحضرها لللي بدي أشتغل فيه. إياه. يعني الواحد صار عارفة أحلى إشي إش هانية. آه. يضلوا مبتسم بسمع خبر حلو يبتسم بسمع خبر عادي يبتسم بسمع خبر مش كتير حلو برضو يبتسم. أحسن إشي. يبتسموا يا جماعة خليكم مبتسمين. خليكم متفائلين. إن شاء الله هو الخير بكون جاي يعني هو صح متخبي. بس يعني مو جاي. انت عندك هاي الجملة لما بيطلوا منك لولاد إشي بسببته. هو خاص إن شاء الله إن شاء الله يعني إنه مع السلامة أحلقوه. آه آه. أنا هيك دايما. للأسف. بس يحكي لي ماما إن شاء الله إن شاء الله الحقيقية. ولا إن شاء الله إن شاء الله هاي اللي بس بك تخلص مني. آه بقول له لا لا ماما الحقيقية إن شاء الله. يلا ما شو بدي أعمل الواحد. آه على خير وهدا. بدنا نخلص آه. طب هاليا. أنا وياك الفاهمين على بعض بس إش. آه والله. هلأ بدنا نقليه بزيت كرم ويكون حامل. يعني واضح إنك عامل تست. مزبوط. هيني هيحطة فيه إطعاء صغيرة. هلأ البسبوسة بعد ما حضرنا إحنا عنا هون العجينة زي ما إنتوا شفتوا. نتركها ترتاح شوي. بعدين ببدأ باخد منها كرات. هلأ عشان تطلع عندكم مرتبة بدكم تعملوا كل الكرات أطبعض. ما يطلع عندكم إش كبير إش صغير. وهلأ رحيجي عندي دور الجبنة الكريمية من المراعي. اللي هي المكعبات هاي اللي بتيجي بهاي الطريقة. في منها عدة أحجام في منها اللي بتكون 12 وفي منها اللي بتكون 6. رح أقطعها كل واحدة لأربعة أقسام. آه أربعة. هايها هيك هي هيك وهيك. عشان يوسع. عشان يوسعوا. رح ناخدها لقطعة البسبوسة. هاي شايفين إذا تركناها بتنشف شوي معاكم. بس عادي بتبلو إيدكم شوي ماي. مش تحطوا كتير لأنا بدنا نقليهم. ومنحط بقلبها قطعة الجبنة الكريمية. هايها بهاي الطريقة ومنسكرها. وخلاص. وبتسيح هي يفترض. أيوا بس متكم تسكروها تتأكدوا إنها تسكرت كتير منيح. أوكي هاي هيك. إذا حتشتوا زي ما حكينا لأ شوية نقطة ماي بس عشان تسكروها. هاي هيك صارت هاي المحشية وهاي مش محشية. بشبه المعمول يعني. يعني آقوا استني إيش اسمها أنا أول ما إجيت فكرتك عاملتي لنا شو اسمها هاي. غيمات؟ لا. عوامة؟ لا. إيش هي استني. إيش اسمها اللي بتيجي بالجوز ولوز أحياناً. جوز ولوز؟ وبالدوب هيت بالتم. جوز ولوز وبالدوب؟ إيش اسمها هاي الصغيرة؟ لا مش نمورة إنتي كمان استنوا هاي الصغيرة اللي بتيجي بتفرفط. وكتير إيش؟ كيف بدي أتذكرها؟ مش عوامة ولا الجيمات ولا. صحيح؟ من غير كلام عم تلعبكم تمارا. من غير كلام. هانيا رح تعرفيها اللي بتيجي لونها قبل تحط الوزة فوقها. غريبة أشكركم من بعد للك أشكركم. حبيبتي إيش جاب لجاب يعني. بعدين؟ إيش رأيكم؟ مساء الله كله حكا. يعني ولا كأنه على الهواء. نطقتي الحجر إنتي. لا بس يعني الصراحة يعني أحاب إني أجام لك وأحكي لك صحيح. من بالله من بعيد هيك مهم بين غريبة؟ هاي رح تنقلها رح تنقلها هاري. شو عرفني أنا جيت لقيتهم هيك فكرتك عملتين غريبة. طلعتين عملتين بسبوسة على شكل جيمات. طيب هلا إحنا نحنعملها بهذه الطريقة. ومنعمل فيها إذا بتحبوا فتحة صغيرة. عشان نصير زيل غريبة زي ما تقولكم تمارا. أوكي. هايها. عشان بعدين بس نخلص قليها نحط عليها الفستو الحلبي. هلا القلي زي ما حكينا كثير ضروري يكون بزيت عميق. أوكي يعني إذا عندكم حتى طنجرة بتقدروا تعملوه بيكون أحسن وأحسن. طب هاني سؤال إذا منقلي سنبوسك بزيت عميق بتاخد وقت صح. أكتشفت هيك أنا قبل يومين. أه بس لازم يكون حامي. لازم أول إشي يكون حامي تمارح. وحامي. بعدين بتوطي للوسط. أشان ما بدك يعني نحرر. بس أنا اكتشفت إنه ما إله داعي يكون أصلا غميق هالأدة. أه إنه يكون أقل. عم بجدد ما يعني اتفجأت. يعني شوفي أنا الحي أبحط شوي زيت. يعني مش شوي كتير يعني تكون متغطية نص سنبوسك. سبحان الله يعني إله يعني هيك تتشاتو رمضان بالسنبوسك. سبحان الله بعد رمضان منبطل بدنا سنبوسك. آه منظبوط. بس أنا بكيف عليهم إذا مخزني عندي بكيف عليه بعد رمضان هيك بي يعني مثلا بشهر بصير عندك هيك عزايم تكون في عندك مونة. مونة من الكبة البلصانية مونة من السنبوسك حلو. طيب هي هيك إحنا رح نقليهم. ومنبردهم بعدين منصير بدنا. منحطهم بالقطر. يا أما أطر زي ما حكينا يا أما بيترابيكانا سلم. حلو. هلا إحنا اليوم أنا لأني ما لقيت الطنجرة الثانية واللي هي أحسن منكم تقلوها بطنجرة. لازم الطنجرة. عشان ما يتكبكب عندكم الزيت ويصير هاي القصص. فهي تقلائي هيك. لحد ما تاخد اللون. طبعا لازم تاخد لون ميح عشان تضمنوا إنها الجبنة كمان جواتها وصلها الحم تبع الزيت. وبدت هيك تدوب. تدوب. ما زبوط. هانيا كان قبل شوية عم بوصل لي مسج من وليد بقول إذا هو ما بدو يحط لها جبنة بيقدر. آه بقدر تقدروا تحطو لها مثل فسق حلبي. تقدروا تحطو لها جوز تقطعوا جوز تكسرو تحطو لها قرفة تحطو بقلبها. ممكن كمان تحطو فيها شرح التفاح مع قرفة كتير تطلع طيبة. ممكن تحطو فيها اشطة مثل زي اشطة مالدي تحطو بقلبها كمان برضو بيزبط. كمان بيزبط. طيب هان يا انتي وعم تقليلنا هيك ذاكرينا شو عملنا اليوم هيك بالتفصيل. طيب أوكي. هاي هادي بس دقيقة قيم هان حطها بالقطر. اليوم عملنا هيك أكلات خفيفة لذيذة بتقدروا تستفيدوا منها. اذا حبيتوا تعملوا اشي بالعيد اذا حبيتوا قبل العيد يعني اللي بدكم اياها اللي هي شو فيما احلى لونهم. هاي عوامة البسبوسة الزاكية المحشية بالجبنة. عوامة البسبوسة بالجبنة مع القطر مع الفستو الحلبي. بتشحي. شي خرافي. طيب هاي هيك. طيب وشو كمان عملنا. هلا اعملنا اليوم انا وياكم اعملنا اول اشي رلات السبانخ والاجبان. انا عملتهم اليوم بعجينة خاصة فيها يعني حكيت لكم اياها بين طحين شركة المطاحن الكويتية. اعملناها محشية بالاجبان من المراعي تشكيلة اجبان. الاشقوان الحلوم المودريلا والبلغارية كتير مهم مع السبانخ. حتى يطلع السبانخ معكم اخضر اخضر هيك زي ما طالع معي شوفوا الحلقة اكيد من اولها. اعملنا كمان معجنات الكشك اللبناني بالبندورة ورب البندورة من مكسيمز وحطينا لهم الكشك وزيت الزيتون. وعملنا سندويشات الهوت دوغز الكتير طيبين من الوادي بتطلعوهم من الوادي بتشووهم تعملوهم خلطة اسكغضة. وكمان عملنا عوامة البسبوسة حلو كتير لذيذ محشية بالجبنة وبتقدروا تقدموها مع الفستو الحلبي مع عطر تروبيكانا سلم عشان ما تكون دسمة. وعنشد هيك اكلات هيك ان شاء الله تكون يا ربي على زوءكم. يعني عن جد دي سلموا ايديكي هانية واكيد طبعا احنا من ختام الحلقة لازم نقول يعطيكي الف الف عافية. الله يعطيكي. لإلك والشوف يارا والشوف خميس لانه عن جد ابدعتوا وتعبتوا معانا كتير. وطبعا بكل بساطة بدي اقولكم كل سنة وانتوا سالمين اكيد عيدنا هاي السنة مش رح يكون متل كل سنة ولكن نتمنى دائما تكونوا بصحة وسلامة ودعواتكم دائما تناجي فيها رب العالمين. دلوا يا ربي بألف خير. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة